قدم الاتحاد والعراقي لكرة القدمة تهانيها الحارة للوسط الكروي عامة و لفريق القوة الجوية إدارة و ملاكات تدريبية و إدارية و لعبين و جمهور خاصة بمناسبة تأهل الفريق للمباراة النهائية لبطولة الاتحاد الأسيا و لمنطقة غربي آسيا و قال الرئيس الاتحاد الكرة عبدالخالق مسعود في بيان أن الشعور بالفخر يغمرنا و نحن نرى فريقا عراقيا يصل للنهائي عبر اجتيازه للفرق المنافسة المنافسة بكل أريحية و ثباتة و أضاف أن اتحاد الكرة يقدم التهنئة الخالصة بمناسبة التأهل الثمين و يؤكد أنه لي يتوانى في دعم الفريق و تذليل كل الصعوبات